اشتركوا في القناة تحشيش حشيش تمنش تنتعش اليوم راح نشرح الدرس الثالث وهو تحول بين السحب والوطنيين خلال كوندكتر واحد بس بالبداية اقول لكم انه ها طريقة انه بضرورة تستخدموها انه ها طريقة بضرورة تستخدموها يعني السحب مالك يكون مية عبر 8 امبير ماشي حتى مية يعطلها كوندكتر لان السحب لحيكون وين السحب لحيكون عن نقاط المساعدة عن نورمال كلوز لان نورمال كلوز هي عن نقطة المسلمة يشتغل افصل والوطني الوطني مو مشكلة الوطني حدنا حيصير على احمال نحن نبدي ناخد الخط الوطني هذا الخط الوطني ناخد الخط الوطني الحار الحار الوطني ناخد نخليه على A2 A1 A2 هذا الخط الوطني بس تموت جون هالوار التوضيح تتجيب الوار اقل شي اول اربعة ملليم او خمسة ملليم حسب الانبارية ماتنك ناخد الخط الوطني هذا الخط الوطني اللي يجاري من الوطني الرئيسي هذا الاسود اللي يجاري من السحب نخليه وين؟ نخليه بالنقطة نورمال كلوز هذا قلنا مرف ناخد السحب نخليه بالنقطة كنان نورمال كلوز ما يوطلع من يشتغل يفصل هذا السحب نجيب السحب نخلي نتخلي نورمال سسورة ناخد خطعه صغيرة وايض صغير من ناخده من الحار الوطني بناهن هالوحار الوطني ناخد من عنده أسهار صغيرة اتفقها اوها اتفقها اوها اتفقها اوها اوكي اذا قمنا بل حاجة انا اخذها من ننزلها ننزلها على اللينات الجوة لاني اللينات الجوة وننزلها على اللينات الجوة انت هنا اسمعي قلنا الخطة السحب ناخذها يجي خط السحب طبعا قبل لا يدخل هناه يدخل بجوزة اها جوزة صغيرة حسب المبالين تساحبها يدخل وين عن نقطة نورمالي الخطة نورمالي والوطني يجي مباشرة نأخذ نعدها وصلة واجزة صغيرة ونأخذها على لعنات الحبل نأخذ نعدها على لعنات الحبل نأخذ نعدها ونأخذ نعدها طبعا مثل ما قلنا في الدرس السابق ان هو التخيش مهم جدا بالمحافظة على نور والتيار وعدم رسول الشرعة توجد عدد المنورنومال ويطلع عدد المنورنومال الثواج اي واحد من ذني ومشكلة وهذا الوطني تم اي واحد من ذني ومشكلة اي سالة الحارجة دخل عدد المنف وسط توارج غيرو الدخل عدد المنورنومال الثواج يعني يجي السحب يطلع السحب يدخل عن normal close ومن normal close يطلع بدنا يضع على اللاينات الجوه هسه شنجيب نجيب شرطات بدني بعر عيني كما يشوفون نهار قطع عزها من الوائرات بدني كلها شورت يعني هذا نخلي بالنص يجيب كما يشوفون هذا يروح هنا مع هذا وهذا الثاني يروح مع هذا يعني لاني اللاينات الثلاثة نضربها شورت بالاضافة الى هذا النازل بس اش عدنا ناخد ناخد الصفحة الثانية طبعنا كيف عند الوائرات طبعا نرفع ومتم تستخدمون اكرر انكم وتستخدمون هذا الوائر هذا الوائر التوضيح بس تستخدمون الوائر او الاربعة مل تستخدم يجي على الصفحة الثانية نضربها شورت نضربها 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 تستخدمها لذا تستخدم anlam بس ما حدث بالجهة المقابدة هذا يعمل يظهر اخذنا خط السحب العفو خط الوطني هذا الاحمر دخل على الكويل الملذ مباشرة يطلع من عند قطعة صغيرة يدخلين على اللاينات الحمل من اللاينات الحمل نضربهم شورطة كارتين يدخل على نقطة نورمال كلوز النقطة المغلقة يعني موصلة من يشتغل يفصل يطلع من عندها يدخل الى اللاينات الجهة الثانية وهم ينضربها شورطة هذا ما يحدث عندنا نأخذ البارد بالنسبة للبقى للبارد البارد ناغله من الاي تو اللي حتى يشتغل قريل الكونتكتر طبعا بس ما تعرفون انه البارد يصير مشتغل يعني هسه عندنا بعليه عندنا هذا خط البارد اوكي وهذا خط الوطني الداخل الجاني الوطني من الميزانية طبعا قبل الدخلون هكركم تخلوهن بلوزعات وهذا خط السحب هس عدنا ادنى خط الدخول الى المنزل ما حدنا احنا انا هستخدم هذا المصباح هستخدم هذا المصباح كمنزل يعني كوظيفة منزل يأتي المنزل اي ش قلنا احنا هذا المنزل هاوا عرات المنزل قلنا البارد دائما يبح مشترك البارد دائما مثل ما تعرفون يصير بارد مشترك يعني يصير هذا المشترك ويجي الحار من النانة يطلع للمنزل هذا يبقى لحال ما ننزل اندخله هنا من الجهة المقابلة هذا قلنا البارد المشترك وهذا خط الوطني وهذا خط الوطني وهذا خط السحل دعنا نعلم هذا القلوب هذا العفو المنزل اخذنا الوهر الوطني هذا الوهر الوطني اندخله على الملف على الملف الكويل واخذنا من عنده وطلة صغيرة اخذناها على الانات الجوة وضرطناها شورت حسنا نأخذ السحب السحب يطلع من يدخل على الانات الجوة يدخل على الانات الجوة من غربا شورت مثل الموضح يجي خط البارد كما تعرفون على الايتو حتى يشتغل قلوب الملف ويروح مع بارد المنزل طبعا هو البارد هو المشترك حسنا اذا اخذنا البارد وخلينا نسحب هذا البارد المشترك نجيب السياع اللي جاي حتى يشوفوني بعينكم هذا السياع هذا الكنتكتر وهذا لا يوجد منزل اذا اخليت انا اوصل هذا البارد المشترك وان هذا الكنتكتر واخذ البارد وهذا الكنتكتر اشتغل الكنتكتر عندنا هذا السحب اذا اخليه ما يصير شيء باعح ليش ان هذا اشتغل هذا اشتغل هذا اشتغل فهاي النقطة انعزلت فقام ما يوصل لحد هنا هنا ويوقف حسا في حالة انه وطنيا انطفت لحشغل سحب هذا وطنيا انطفت لحيشتغل هذا السحب لحيشي التيار من هنا مثل ما يشوفوني بعينكم اوكي لحيشي التيار طبعا مفهوض انا سوي حتى بين يجي التيار من هنا السحب لحيفوت 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 من نورمال يعبر على المنزل اما الوطني اما الوطني شي اسمه لحيفوت يجي حالة من المنزل لحيفوت لحيفوت يطيل المنزل لا يزال لدينا شور انا اعزي لكم الفقرة حتى تشوفون بعينكم هذا كان البارد المشترك هذا البارد المشترك وهذا الوطني لسحنا في حال احنا عدنا عدنا سحب فسا هاي السحب فسا عدنا هاي السحب احنا اوكي مثل ما تشوفون هاي السحب ورح تيجي وطني هاي السحب وهي جدي وطني ما صار شي ليش؟ يعني اتغذي الملف لقاط الكنتكتر اعزل فيشتغل ما يوصل وطني وما يساعدكم شور فهاي الطريقة اللي بوصل الكنتكتر واحد انه شغل سحب وطني ومسل ما قلت لكم لازم يساعد ما يعبر يعني مثل ما تعرفون انه نقاط المساعدة ما تتحمل اذا في حالة انه عدنا فوق ثمانية امبير لازم نخلي كونتكتر ثالث وهذا ان شاء الله ناخده بالدروس السابقة جينجوفر خطين بواسطة كونتكترين وبها رح نحتاج غلي ورح نحتاج تايمر وايشي مفاهمية ايشي ما يعني تحبون تستفسرون عنه راستو عدنا عدنا صفحة تراستونا بها وانتو بكل حكم وعني بخدمتكم انتظرونا ان شاء الله بالدرس القادم نحن اقض جينجوفر خطين بواسطة كونتكترين وكونتكتر واحد وان شاء الله بدروس السابقة نحن اقض شوان الشغل ما ضور يمين ويسار ولن وسهلا بكم اشتركوا في القناة